نيرا صلاح بنت محافظة الدأهلية برضو كأن محافظة الدأهلية الشهر اللي فدي كان فيها لعنة نيرا كانت بتدرس طب بطري في محافظة العريش نيرا كانت بنت عندها 19 سنة قعدة في المدينة الجامعية وكان معها في السكن صديقة لها اسمها شروق شروق كانت مساحبة صديق اسمه طاها شروق برغم ان هي كانت بتعمل موضوع الصداقة وموضوع الكلام ده كله ده حاجة طبعا ترجع لها ولكن نيرا عشان صاحبتها حابت تنصحها خد يبالك يا شروق اللي انت بتعملي ده مش كويس الولد اللي انت بصاحباه ده يعني مش صمعته مش كويسة خد يبالك من صمعتك شروق اخدت الموضوع على قلبها قوي وما سمعتش طبعا كلامها مش مهم بس اخدت الموضوع على كرامتها قوي وتقريبا كده حصلت مشكلة ما بين شروق ونيرا نيرا كانت نايمة شروق قاعدة معها في القوضة اخدت شروق الموبايل اللي اساسا الباسورد بتاعه مع المدينة الجامعية كلها واخدت الصور شخصية لنييرا ودتها لطاها وبدأت تشهر بشروق بنييرا وبدأت تهدد نيرا بالصور فضلت نيرا تتعرض لضغط غير طبيعي لجيت ما فوجئ اهل نيرا باتصال من مستشفى العريش العام ان بنتهم تعبانة جدا تعالوا شفوها طبعا من يعني لما اتحركوا وقدروا انهم يتحركوا من الده اهلية يروحوا للعريش مسافة كبيرة جدا عبال ما راحوا شافوها كانت ماتت والد نيرا راجل جلبان على قد حاله بنته ماتت عايزين نسطرها بسرعة اكرام الماء يتدفنه عايزين ندفن البنت وبالفعل دفنوها بعد ما ماتت نيرا بدأ يسمع الاهالي بدأت تسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا عن سبب موتها فبدأوا يقدموا طلب للنائب العام ان هم يستخرجوا الجصة الخاصة بنيرا البنت الجميلة اللي احنا شايفينها قدامنا دي شوفوا لنا بنتنا ماتت ازاي شوفوا لنا ايه اللي حصل بزبط لما حصلوا وطلعوا الجسمان بتاع نيرا بدأ فريق البحث الجنائي ان هو يتتبع الكاميرات النيابة العامة مشكورة قد التصريح ان احنا نراجع الكاميرات دي وهنا بدأت تكتشف وقائع مهمة جدا وخلينا نقول ان المعلومات اللي طلعنا بيها من الكاميرات دي ما تدلش على ان البنت توفت قتلا او انتحارا يعني ما تدلش على شيء غير ان في حاجة غلط في حاجة موتة البنت دي البنت ما ماتتش موتة طبيعية لكن ايه اللي موتها لسه تقرير الطب الشرعي والتشريح ما بينش لكن الكاميرات بينت حاجات مهمة جدا هنعرفها ازاي خلينا نقرأ بيان النيابة العامة ونرجع نشرحه البيان استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة المقيدة بكلية الطب البطري بجامعة العريش واستبانة من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقع وتحريات من الجهات الامنية ان المتوفاة المتوفاة تعرضت الى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام احدى زميلتها المتهمة الاولى بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلصة من هاتف المتوفاة الى هاتفها وارسلتها الى زميلها المتهم التاني الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجمعة على تطبيق الواتس ااب بان احدى الطالبات دون الاشارة اليها تحديدا لها مراسلات وصور خاصة بها مهددا اياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على الجروب وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من اساءة في حق المتهمة الاولى وقد وجهت النيابة العامة قد واجهت النيابة العامة المتهمين الاثنين بتهمتي التهديد كتابة بافشاء امور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء بافشاء امور تتعلق بالحياة الخاصة مصحوبا بطلب جناية بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجن عليها بن خسين جنحة وامرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بيهما وبالمجن عليها لاستفاء الإجراءات نحوهما هذا وقد اطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خطل سير الخط تصير المتوقع للمتوفي حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا الى احد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي اقر مالكه لاعضاء النيابة العامة والتحقيقات بان المجن عليها قد حضرت بسيارة بسيارة اجرة تطلب شراء حبوب غلح وعقب ابلاغه لها بعدم توافرها اللي هي حبوب الغلة غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الاجرة التي كانت تستقل لها المتوفى وبسؤال سائقها بالتحقيقات اقر بمرافقاته للمتوفى والتي قررت بانها طالبة بكلية الطب البطري وانها ترغب في شراء حبوب غلح لحاجتها لتلك الحبوب لاغراض دراسية واضاف انه قام بمرافقتها الى حنوت اخر محل اخر والذي تبين غلقه الا انهما تقابل مع مالكه والذي ابلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه فتوجه برفقاته بمسكنه وفتوجه بمرافقته يونت باستدعاء الاخير الى التحقيقات بانه اقر بانه قام بباية عدد ثلاث حبوب غلح للمتوفى بمبلغ خمسة وخمسون جنيها وجاري استكمال التحقيقات طيب احنا حنوقف لغاية هنا ويعني ونتكلم بالبلدي كده الحبوب اللي هي اشترتها يعني طبعا يعني النيابة مشكورة وفريق البحث الجنيئي مشكور انه هو عرف انه هو يوصل للوقائع البنت الله يرحمها راحت لمحل عشان تشتري حبوب جلة والحبوب الجلة دي طبعا معروفة دلوقتي ان الحباية يدوبك ان تتبلع يعني بيحصل انفجار في المعدة مباشرة والبنت بتتوفى او اللي بياخد الحبوب دي بتتوفى بقى يعني طريقة مشهورة دلوقتي للانتحار وطبعا يعني من هنا احنا حابين ان احنا ننبه ان يعني على اقل بعد تزايد فكرة ان يبقى فيه شباب كتير بتموت من حبوب الجلة دي لازم الموضوع يتقنن يعني مش كده يعني حبوب الجلة يعني اشترت ثلاث حبيات بخمسة وخمسين جنيه يعني ببلاش الموت بقى رخيص جدا يعني ان لازم الموضوع ده لازم يتحط عليه رقابة المهم البنت الجلبانة راحت الاول لأول محل لقيته مقفول راحت لمحل تاني لقيته مقفول بس عارف يوصله صاحب المحل خدت اشترت منه ثلاث حبوب بخمسة وخمسين جنيه والله اعلم ايه اللي حصل بعد كده يعني برغم ان احنا الوقائع دي بتجزم ان البنت الله يرحمها اشترت حبوب الجلة ولكن ما تجزمش ابدا ان هي اخدتهم او ان هي انتحرت بيهم ليه لان فيه وقائع تانية اشتركوا في القناة